وعقب تفقده لعدد من المصانع بالمنطقة الاستثمارية الحرة بمحافظة الإسكندرية توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومرافقوه إلى مجمع مرغم واحد للصناعات البلاستيكية حيث تفقد مصنع الشركة المصرية الأفريقية لصناعة الإسفنج والبلاستيك وحارص رئيس الوزراء على تفقد مكونات المصنع ومراحل الإنتاج المختلفة به واستمع مدبولي إلى شرح حول مراحل الإنتاج حيث حققت الشركة مبيعات بنحو 155 مليون جنيه سنويا وتستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير كما استعرض مدبولي مخطط إنشاء المنطقة الصناعية مرغم ثلاثة موجها بأن يراعى في إنشاء المنطقة ما يلبي تطلعات المستثمرين فيما يتعلق بالجوانب التخطيطية للمنطقة وإنشاء المرافق اللازمة لعمل المنطقة